نبدأ حصدنا من سيدي موسى بالجزائر العاصمة إن أجرت عناصر المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية لها وشهدت اندماج لغب اتخاذ العاصمة وسماشيتا الذي عود فيكتور لكحل المنسحب بسبب تعرضه للإصابة وستطير العناصر الوطنية إلى الكاميرون في ساعات مبكرة ليوم غد السبت على أن تجرى مواجهة أوغندا يوم الأحد على الساعة الثالثة زوالا بملعب جابوما توفي المناصر الوفي لمنتخبنا الوطني الجزائري ابن مدينة رغاية المعروف باسم كادي اترا سكسة قلبية أثناء خوضه لمباراة في كرة القدم مع أبناء حيه تغمد الله برحمته الواسعة تعزين القلبية الخالصة للعائلة إن لله وإن إليه راجعون توجى حارس المنتخب الوطني الجزائري سمير طفاه بجائزة أفضل حارس في بطولة كاس العرب لكرة القدم داخل الصلاة التي حقق المغرب ولقبها بالفوز على الكويت بسباعية مقابلة هدف حقق عداءنا محمد علي جواندا المرتبة الأولى في سباق 800 متر في ملتقى ستراسبورغ الدولي لألعاب القوى ليضمن بذلك تأهله رسميا إلى بطولة العالم لألعاب القوى ببوضابس بالماجر انتناقا من التسعى عشر أوت القادم كان هذا كل ما لدينا نلقاكم في الحصاد المقبل بحول الله تعالى إلى ذلكم الحين لا تنسوا دعمي من خلال تسجيل الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة شكراً للمشاهدة